تواصل مصر بزل جهودها في سبيل إنفاذ المساعدة الإنسانية إلى قطع غزة هذا وقد عبرت 24 من الشاحنات الإغاثية وأربع شاحنات أخرى محملة بالغاز الطبيعي من مصر إلى معبر كرم أبو سالم وذلك ضمن المساعدات اليومية التي تعبر إلى الأشقاء في قطع غزة المزيد يستعرضه باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري نعم تحياتي إليكم من أمام معبر رفح البرية الفاصل بين مصر وقطاع غزة حيث لازلنا نرصد حركة الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة فبعد أن تم تدمير هذا المعبر الفلسطيني في الجهة الأخرى معبر رفح الفلسطيني في وقت سابق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واستبداله بمعبر كرم أبو سالم والذي يبعد جهة الشرق من هنا نحو ثلاثة كيلو مترات وأصبح هناك تعنطا إسرائيليا على دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وقد تقلصت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بالتزام مع ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي على القطاع المنكوب هذا اليوم كان لدينا نحو 24 سيارة شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم هذه السيارات لم يعد عدل بعض منها يعني حتى ساعة البث هذه عاد منها نحو 10 أو 12 شاحنة تقريبا بعضها محمل بنفس حمولته مرة أخرى والبعض الآخر قد أفرغ حمولته ولحظنا أن تلك السيارات التي خرجت بعد إفراغ حمولتها كانت سيارات فلاجات كبيرة مكتوب عليها لحوم أضاحي كانت دخلت بهذه الشحنات الغذائية وخرجت وقد أفرغت شحنتها مرة أخرى وبالنسبة لي سيارات الوقود فكان لدينا أربع سيارات وقود دخلت إلى القطاع وأفرغت شحنتها بالفعل محملة بالغاز وعادت بعد أن أفرغت شحنتها وكانت هذه أبرز أو أبرز ما علمنا حتى لحظاتنا تلك بخصوص الشاحنات التي نفذت وبانتظار المزيد ليخرج مرة أخرى من كرم أبو سالم لنعرف ونتبين ما إذا كان أفرغ شحنته بالفعل أم يعود بها مرة أخرى من أمام معبر رفح البري التلفزيون المصري بسم أبو العين